موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم من جديد معاكم الدكتورة اية طبيب مقيم الامراض الجلدية موضوعنا النهاردة يخص السيدات والبنات هو طرق ازالة شعر الوجه وازاي نقدر ان احنا نشيله بطريقة ما تطلع لناش حبوب بعد كده ولا تعمل لنا حساسية والطرق المختلفة لازالة الشعر اه بالنسبة لو بيتابعنا راجل او شاب فانا كنت عملت فيديو لطريقة الحلقة بشكل صحيح هسابه لكم في صندوق الوصف وفي اول تعليق ان شاء الله طبعا افضل وسيلة لازالة الشعر هو الليزر اي نعم مكلف بس هو ده يعتبر افضل وسيلة خصوصا كمان لو في حبوب في البشرة لان لو في حبوب في البشرة فالطرق التقليدية كلها تزود الحبوب فنخلي بالنا من النقطة ديات او يا اما نعالج الحبوب وبعد كنا نعمل ازالة شعر بالطرق التقليدية مع شوية نصيح على كل نوع اول حاجة لازم تخسلي وشك كويس بمية دافية وصابونة مضادة للجرسيم زي تراي تكتا انتي سيب تكسوب بلاش دي تولي انها ممكن تهيج البشرة وتعمل مشاكل لو ما عندكيش صابونة مضادة للجرسيم اخسلي بشرتك بالغسول بتاعك المناسب وبعد كده هتحطي كريم مضادة حيوي زي فيوسيدين هتحطي وهتنتظر ساعة عشان يحصل امتصاص للمضادة الحيوي وبعد كده هتشيلي الشعر بالطريقة التقليدية بتاعتك مفيش اي مشاكل وبعد شيله مباشرة هتقومي حتى كريم مضادة حيوي مرة تانية ومرتين في اليوم لمدة 3 ايام متواصلين كده تضمن بازن الله ان ما يحصلكيش حبوب في بشرتك طيب تعليه بقى على كل نوع من ازالة الشعر التقليدي اول حاجة بالنسبة للناس اللي بتستخدم امويس خلي بالك طبعا انهم بيشلش الشعر من جدوره لو فيه برضو التهاف في البشرة ماينفعش ان احنا نستخدمه فنخلي بالنا من موقع دي كويس لو هتستخدمي مثلا الملقاط فده بيبقى عايز اماكن صغيرة ماينفعش في المساحات الكبيرة ونخلي بالنا ان احنا نعقم الملقاط قبل ما نستخدمه وبعد الاستخدام وكذلك برضو الشفرة بنعقمها قبل وبعد لو هي مش لسه فتحيها يعني دلوقتي طيب بالنسبة للفتلة طبعا هتكوني جايبة البقرة بتاعتك نضيفة ومتعينة في مكان نضيف وتكوني غاس لقدكي كويس لو انت تعمل لنفسك او لو حد هيعملك برضو يكون غاسي الادية بمية وصابون كويس عشان ماينليكيش بكتيريا او يعملك عدوة فيه ناس تانية بتحب تستخدم الواكس فنخلي بالنا من النقطة ديت ان ماينفعش نستخدم واكس سيخن على البشرة لان اللي بيحصل ان بيجينا ناس عندها حروق بسبب الواكس او بسبب الشام لو انت عايز تستخدمي واكس او شام ممكن انت تستخدمي اللي هي الشرايح الشامعية بحيس انها ما تحتاجش تسخين على النار وبالتالي يحصل التهاب بعدهم وطبعا مش هنمرر على المكان اكتر من مرة يعني هي مرة شال الشعر اوكي ما شالش خلاص عشان برضو ما يحصلش التهاب منها او حرق منها فيه ناس بقى بتحب الكريمات ازالة الشعر بس انا ما فضلوش على الوش خالص لانه ممكن يعمل اسمرار وكمان ما بيشالش الشعر من جزوره فبتبقى المشكلة يعني ايه اصعب يعني عندي تستخدمي الشفارات يبقى افضل من الكريم اللي هو ازالة الشعر بقى ما بتحبش ازالة الشعر بالطرق ديت وبتستخدم كريم تشقير بحيس ان هو يلون لون الشعر بس هم حاجة ان ما يكونش عندك منه حساسية ولو عايزي تختبر الحساسية ممكن تستخدمي جزء من الكريم دوت على حتة مثلا ورا الودن ولا حاجة وتشوفي كده هو يوم تشوفي حصل حساسية منه ولا ما حصلش حساسية ولو برضو هتستخدميه ممكن تستخدمي بعديه زي كريم مرطب يهدي الدنيا لانه بيبقى الموضوع متهيق جدا طيب لو حصل بقى حكة او حساسية بعد ازالة الشعر مباشرة هتعملي ايه اول حاجة ممكن تشطفي وشك بمية برده بحيس يهدي الدنيا شوي او تستخدمي مكعب تلج وتمرره على وشك وبعد كده ممكن تدهني فيو سي دي ان اتش او فيو سي زون ده عبارة عن مضاد حيوي وكريم كورتيزون بس بسيط بتدهني مرتين في اليوم لمدة 3 ايام وهيقف ولازم يقف بعد 3 ايام فنخلي بالنا منوط ديت ممكن بعدها بتقومي حطة كريم مرطب بحيس ان هو يلطف ويهدي الدنيا شوي طيب لو ظهر حبوب بعد اسبوع او اسبوعين للأسف بنعمله زي حب الشباب وبياخد وقت زي حب الشباب يعني ممكن يباني التحسن بعد شهر ونص وهي دي بقى مشكلته فعشان كده لازم نتفادى قصة ان يظهر لنا اصلا حبوب ونتابع الطريقة السليمة لازالة شعر الوجه وده كان فيديو النهاردة يارب يكون عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وشير لي عشان تفيدوا غيركم ولو لسه مشتركتوش في القناة يعني تشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكهم كل فيديوهاتي ولو ليكم اي استفسار او اسئلة ياريت تصبح لي في التعليقات ولو عايزين نكلم عن موضوع معين يعني في امراض الجلدية برضو سبولي في التعليقات وشكرا شكرا